هذا وأكد معالي الشيخ الهيان بن باركا الهيان وزير التسامح والتعايش أن احتفالنا بيوم العالم هذا العام يحمل معاني خاصة تؤكد على ريادة هذا الوطن الغالي واستدامة مجده وعطائه ونهضته في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي يبذل كل جهد ممكن لكي تعانق رايتنا عنان السماء تحمل كل معاني السلام والتعايش والأمان للجميع سواء على أرضنا الطيبة أو حول العالم جاء ذلك عقب قيام معاليه برفع عالم الدولة فوق سارية وزارة التسامح والتعايش بأبو ظبي اليوم بحضور عدد من القيادات الدينية والفكرية والمحلية وكافة العاملين بوزارة التسامح والتعايش في إطار احتفالات الإمارات بيوم العالم وقال معالي الشيخ الهيان بن باركا الهيان أن احتفالنا بيوم العالم يجب أن يقترنوا بإيمان حقيقي لدى كل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي من مواطنين ومقيمين من أسر ورجال ونساء وأطفال من مختلف فئات هذا المجتمع بالقيم التي قام عليها هذا الوطن وأهمها الوحدة الوطنية التي نعيش في ظلالها جميعا في أمن وأمان وسعدها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر